في هذا المخيم الواقع قرب مدينة زاخو شمال العراق تعيش حلا وهي إحدى الناجيات من بطش تنظيم داعش الإرهابي قرب مدينة سنجار التي شهدت واحدة من أبشع المجازر في تاريخ العراقي والعالم تحررت 7-2017 تقريبا ما يقاربت ثلاث سنوات ظلت بيه داعش أول ما طلعت من داعش يعني عائلتي كلتهم صاروا بيدهم وكثار منهم أول ما طلعت شهرين نفسيا وجسدين تعالجت بعد ما تعالجت نفسيا وجسديا من كثير الصطمات ومن كثير الشي اللي أنا شفت يعني أحس نفسي أنا صرت قوية منذ أن تحررت حلا إنهمكت في إعادة بناء حياتها حيث قطعت شوطا كبيرا في النهوض من صدمة فقدان الأهل والأحبة لتبدأ العمل في هذا المستوصف الصغير وتساعد بمعالجة أبناء المخيم الذين يحيطونها بالحب والثناء على شجاعتها بعدها أنا رحبت دورت على شغل صراحة أنها ستاعدت تشتغل بالمستوصف مالكامبت بيرسفين بعد ما اشتغلت هاي تقريبا صار لسنتين عادت تشتغل ويحني أمشي حياتي بشكل طبيعي وكثير أكو كثير ناس أكو كثير ناجيات وبناتنا بحاجة إلى المساعدات كنفسيا وجسديا بكل شي حتى ماديا هم محتاجين أكو منهم ما يقدرون يقفون على حيلهم على رجليهم ويتحدون كل هذه الظروف التي شافوها بس الحمد لله أنا من كثير اللي أنا شفت أحس نفسي سرت قوية وأقدر يتحدى كل شيء وهذا أشوف أننا انتصرنا على داعش حلا التي قتل داعش كل عائلتها لا تتوانى في مساعدة الناجيات على الاندماج مجددا في المجتمع لتجاوز معانتهن خطيرة عندها أب ولا أم وجدت من داعش وما عندها أحد فجاءت جابه هنا مقابلة سوى المنظمة معه وشغلوها هنا وهي حبابه فقيره جعت اشتغل تنظف المستشفى يومي قصة حلا ليست الوحيدة بين الناجيات من جرائم الاختطاف والقمع والمتاجرة التي ارتكبها داعش الإرهابي لكن القوة التي تتمتع بها برغم ما واجهته جعلتها محل اهتمام المجتمع الذي يردد من بعدها شعارا يقول داعش اختطفني لكن أنا من انتصرت